لن أقول كان يا مكان سأقول في مستقبل الزمان في عام 2050 كان العالم يعاني من آثار التغيرات المناخية السلبية مثل ارتفاع درجة حرارة الأرض وانقراض العديد من الأنواع وزيادة الكوارث الطبيعية كان هناك طفل يدعى سامي يحب الطبيعة والحيوانات ويحلم بأن يصبح عالما بيئيا كان يعيش مع جده في قرية صغيرة في الصحراء حيث كانت المياه والغذاء نادرين كان سامي يتمنى أن يرى العالم الخارجي ويتعرف على الأماكن والثقافات المختلفة وفي يوم من الأيام وجد سامي في الصحراء جهازا غريبا يشبه الهاتف الذكي لكنه كان أكبر وأثقل عندما فتحه تفاجأ بأنه كان جهازا زمنيا يمكنه أن ينقله إلى أي زمان ومكان يريده كان سامي متحمسا جدا وقرر أن يستخدم الجهاز لزيارة الأماكن التي يحبها ولكنه كان حذيرا ولم يخبر أحدا باكتشافه بدأ سامي رحلته الزمنية وزار العديد العديد من البلدان والقارات ورأى العجائب الطبيعية والتاريخية شهد الأهرامات في مصر والحائط العظيم في الصين والأمازون في البرازيل والقطب الشمالي في كندا تعلم عن الحضارات القديمة والحديثة والعادات والتقاليد واللغات والفنون تعرف على الناس والحيوانات في القدم وصعدفهم ولعب معهم كان سامي سعيدا ومستمتعا بمغامراته ونسي كل مشاكله لكن سامي لم يكن وحيدا في استخدام الجهاز الزمني كان هناك شخص آخر وهو زياد كان يتبعه في الجهاز من مكان إلى آخر كان زياد شريرا وطماعا كان يستخدم الجهاز للتأثير على التاريخ والمستقبل وللاستفادة من الموارد الطبيعية والثروات الثمينة أحدث زياد الكثير من الفوضى والدمار في العالم لكنه زاد من حدة التغيرات المناخية سامي لم يكن يعلم بما يفعله زياد حتى رأى النتائج المروعة عندما عاد إلى قريته وجدها مدمرة بسبب عاصفة رملية عنيفة عندها ذهب إلى الأماكن التي زارها من قبل وجدها متغيرة تماما الأهرامات كانت مهدمة والحائط العظيم كان محطما والأمازون كانت محترقة والقطب الشمالي كان مذابا الناس والحيوانات كانوا يعانون من الجوع والعطش والمرض سامي شعر بالحزن والندم أدرك أنه يجب عليه إيقاف زياد وإصلاح ما فعله بدأ سامي مطاردة زياد عبر الزمن والزمان والمكان حاول أن يسترجع الجهاز منه ويعيد الأمور إلى نصابها واجه سامي العديد من المخاطر والصعوبات ولكنه لم يستسلم استمر في محاولته وفي النهاية تمكن سامي من الإمساك بزياد واستعاد الجهاز منه وأعاد الزمن إلى حالته الأصلية أصبح سامي بطلا حصل على الاحترام والتقدير من الناس والحيوانات سامي عاد إلى قريته فوجدها مزدهرة وخضراء وأصبح عالما بيئيا عمل على حماية الطبيعة والحياة من التغيرات المناخية وعاش سعيدا مع جده وأصدقائه ولم ينسى أبدا مغامراته الزمنية وتوتا توتا خلصت الحتوتا